صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام على مكسورة الضلعين السلام على ملطومة الخد والعين السلام على شفيعة المذنبين إن شاء الله شفيعتنا جميعا تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرد علامة المؤمن كثيرة علامات يوم القيامة ومنها مكتوب على الجبين محب لفاطمة فإن شاء الله تبين حبكم ولائكم بالبكاء عليها أعزائي الأيام الفاطمية شوف كم يوم من وفاة الزعراء ولا تزال مصيبة الزعراء ند طرية كم وكم سامعين من مصيبة الزعراء كأنك أول مرة تسمحها كذلك هي كربلاء والحسين وكذلك هي رزية الزعراء بأبي وأمي ما يحتاج أنا أحشم أهل البحرين الطيبين أهل الولاء والحب لأهل البيت وأهل الونة والزفرة والحنة على المصائب ولذلك أريد من أعودكم ماتا أنا قناعي فقط لأن هي ليلة واحدة إن عيش مصيبة بعض من مصائب الزعراء التي تقرح القلوب فهنيئا للباكين هنيئا لمن يقيم المآتم على الصديقة الزعراء أنا قرأت في مآتم كثيرة الحمد لله وكل مكان صار عندي فد معرفة لونة ذاك المكان وما رأيت بكل أمانة أقول ولست من باب المبالغة ليس من باب المبالغة لا أضرب المثل على المنابر وأنا تلميت صغير صغير تحت أياد الأساتذة للحضور حفظهم الله لا أضرب المثل على المنابر أينما أكون إلا بأهل البحرين في الأنة والولاء فهذه ليست مجامل فلنبرغن أيضا هذا مجلس متأخر شوية عليكم ولكن شاء الله يرضى عنه صاحب الزمان بأبي وأمهم السلام على قرة عين المؤمنين السلام على أم الأئمة الطاقرين يا ليتنا كنا لك الفدى فنفوز فوزا لو لم يكن في قراءتي فقط إلا القصيدة الأولى مأتم بس القصيدة الأولى أقرأ أو أروح يا مأتم لأهل الفكري واللغة وكلكم ذلك إن شاء الله كذلك اسمه حبيبي بقلبك ماذا يقول الشاعر مخدومة الأملاك أية لطمة مخدومة الأملاك أول كلمة تخدمها ملائكة السماء مخدومة الأملاك أية لطمة أدمت جلال الله في عينيك هنيئا هنيئا لكم أم أي نفسين أي نفسين أي نفسين جرأت كف الخنايا كي ما تلامس ويلغا خديقي هنيئا يقول وساط ما أجفاه أية قسوة وساط وساط ما أجفاه أية قسوة اية آغوت بك حمما علامتي سمعني الونة على الزهر عيوني أية آغوت بك حمما علامتي آية 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 بسمع عيوني حبيبي يقول يقول والباب والباب من انساه حق محمد حتى فرى بضلوحك سوى هالباب سوى فرماك فرماك بالمسمار فرماك بالمسمار اية رميتين نشبت بجنب الوحي لا جنبيك لم يكفي ما قد جنى حتى رأى من محسن تسقط دماء رجليك من محسن تسقط دماء رجليك هذا البيت مؤلم مؤلم وقاسي اسمع شي يقول الشاعر يقول اولم يرني مختار عندك ماثلا الباب هذا ما يتذكر النبي كان يطرقاه ما يتذكر كان يستأدن قبل لا يدخل عليها اولا يا مير المختار عندك ماثلا طيفا يضم لصدره ولديك الله الله يا أم الأئمة صوتي قم يا علي قم يا علي يجبك أن لديك أو ربما أجر الدموع ولم يجب لكنه ترك الفؤاد لديك وينه فمضوا بحبل الله ينحب والنداء خلوا بنغمي ماكو جواب خلوا بنغمي عاد منك إليك ماكو نصير يعني ها شايف المعنى صيح وراهم خلوا بنغمي ماكو واحد يجاوب كان يشتنادي لحالك عاد منك إليك فرجعت والعشرون سلت كفغا يا الله صيح لما بصدت إلى الحمام يا دايك حتى قضيت شهيدة مكروبة تبكي إلي بقلبها حسنا طلح الآن طلح من قلبك تبكي خديجة والرسول عليك شباب أشوف أشوف هذا البيت يألمكم يولا راعة الزعرة يقول الشعر وتركت وتركت ميراث الهموم لزينب وتركت ميراث الهموم لزينب هي والظلامة أصبح يا فدكي تصيح الزعرة تصيح أبو يا أبو يا أبو يا أبو عادة المفقود أبوغا يسوون بيغل تفقد مثل النبي يقومون قام يصبروغا وعلى البواج يساعدوغا مشفنا الفقد يعتموه بين الباب قوة يحصروه يا أبو بين الباب قوة عفية والله يحصروغ وضلعها بصاير الماب يكسروغا والله من حملها من حملها يساق زلزل الماتم أهل الزعرة آه وين وين والله وين أهل الحبيب يجوغ أنت ولا زينب لا تبحثين عن حمار والله وين أهل الحمي ما يجوغ ومن إيد الأعادي خلصوغ يا أبو اعذروني أخاطب نسوانكم أكيدكم نساء تستمع عماتنا وخواتنا خلنا يشوف النسوان لهم هذا الكلام من الزعرة تصيح عادة التوضع يا أبوي يستحمد لها السلام شايفيني أولا لما توضع مرأة والناس يجيبكوا المحكان بهداياه وانت زهرة والله عادة التوضع يا أبوي يستحمد لها السلام ما يضربوها ويخلوا بصدرها وخدها حلام كيف بترضع طفلغة وكيف تبلغ فيه فطامة بعد عندي الشكاية زهراء بالجنين اشتكي الصحة عادة الحامل يا أبوي لا قرب وضع الجنين تقرب النسوان منها ولازم تلاقي محين يا أولا لا لا عري الزفرة منعدكم انتو أهل الولاء ما راح أقول شنو اللي أرين انتو راح تعرفوها لازم تجي غو تقل اصبري وتحملي ومن تجي غبطلقة تصرخ يا مغيفي يا يا أولا عين سوانها الشكل وقت الطلق يا علي يا علي تنجلي شدة غبسما كل هم ينجلي تنجلي الشدات من تنخى أمير المؤمن زين هكذا علمتونا انتو في شدات ننصيح يا علي نادي علي المظهر العجائد والله الكلمات تدمي القلوب هي تقرأ مو أنا تقول لكن يا شيعة لكن اسمعتو بحامل بقد تصرخ ورا الباب ما اسمعنا مثلش ما اسمعنا لكن اسمعتو بحامل بقد تصرخ ورا الباب مخبت وما حد لفاها غير عادي غلجنا فز فز شباح قام يرفسها رجيس والله قام يرفسها رجيس والحمل خر بالاعتار هناك نادت بادركني يا صريخ الصارخ اسمعوا لي على اللسان كما وجه عتاب لأمير المؤمنين اسمعوا لي اسمعوا لي آه 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 وعوة الله سامحنا شعراء يعتبوا بعد شبير نويهم يقول تراغ تراغ يا غلي يا من كفك على الكغب تراغ زجية من الألم تصرخ تراغ تصبر كيف وعيونك تراغ بين الباب والحيط رمية تصبر ترى ما نادت يا علي ما تسمع خطيب إن لم يكن يكون مشتبه يعني ما نادت يا علي لأن علي ناد يا علي المظهر العجائب تجد وعونا لك حتى جبرائيل يوم نزل على النبي خلينا نسبق لأحد يقول يا رسول الله خبره علمه ترى يهجم عليه في دار يصبر ترى تلطم زوجته تعصر بين الباب والحيط خرم أغشي عليه ما يتحمل لما نأفاق تصبر ترى أصبر ولكن الزهراء لا تصيح يا علي لا تصيح يا علي شيء آخر ولذلك الزهراء إخواني ما صحت يا علي رح أقرأ لكم متوار بحرانيا إن شاء الله بس يعذرني شوية أقرأ ما صحت يا علي إذن المرأة زوجها موجود بمن تنتخي والله صحي يا عييت صحي يا عييت يا فض يا فض صدري إنعاب إنعاب ومحسن سقط يا معتبة الباب إجت فض يا فض يا عام والله فض ولكن هفوق التراب يشيل من الصدر وضلوع الدم يقول حطت إيد غفض بصدر غقبال باب الدار ونزف الدم أبا يوقف وصرخة بضعة المخطأ عريد زفرة زفرة شنو تقول الزعرة تقول شيل الإيد يا فض ترهنا نبتة المسمى أتحطينيش على الصدري لا مو ضلح مكسور الدم قالت لا تضغطين علي ترى ضلح مكسور يلا طور بحراني يلا إذا شا تسوي زهراء عندي الشكاية وعن طريق عن طريق فضة يلا شباب أتواركم هل البحران الطيبين شا تقول بحرن قمي اتحطينيش على الصدريق اتحطينيش على الصدريق اقرأ اقرأ حبيبي ترضى يا حاق فاطم يا ظاق قولي لغطا غي لطم فاطم على الواجنة وظلت من شدة اللطم اجذب الحاس ترضى يا حاق فاطم يضربوها فاطم يضربوها ولي ولي برجلة رفسني برجلة رفسني وكسر ضلوعي بصاري محسن سقت مني وقع يتعفري بليت ترضى 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 يا حاق فاطم يضربو انا ادري هل البحرين قلوبهم وين اكو طفلة موجودة بذاك البيت خمس سنوات قيل عمرها هادي اللي اتألم القلوبة هادي اللي اذا ذكرت تسيل الذموع اللي امها تقول لا تذكروا مصيبتي واذكروا مصيبة ابنتي زينم هادي اللي يقول عن اشاعر وزادت البنت على امها انا قريت اخر بيت وتركت ميراث الهموم لزينب هادي اللي شافت يا الله نقرأ لنا طور ثاني لعلن نحصل على دمعة اجت زينب فضعين امي ارى الدماء مبعثة جنين ميت وسمعت صيحة ورى الباب وحدة صيحة واني شباب امكم الصيحة صيحوا اياها ايه والله هاي صيحة الزهرة ورى الباب فتحت عينها وشافت ضلع مكسور وختمت هاي بضلوع الظامي المنحور فتحت بزجية وختمت بعاشور وصبر هالخلاق كلما يصبرون لا قرأنا لكم في المآتم تعذرون على زينب هاي اللي شافت كرشي يلا قرأوا ويا هاي ابياتنا جميعا عن اللي شفت ناري وين الشباب لكن نار اشد من ما اسمع ما اسمع ها تعبتوا شباب نار احرقت خيمتنا هنار احرقت باب الدم لعن زينب عن اللي شفت صدرين اري الزفرة واحد صوب المسمع واحد كربلت خبرك شلون الخيل رضا انا اللي علي اعتاب وعليكم انتو انا اللي علي اعتاب شنو اعتاب من الزهراء اليوم جمعة اعتاب علي تعال انت زينب والزهراء والحسين ليش ادكم واحد مسموم ما تذكروا ادكم واحد مهدوم القبر ما تذكروا ايام فاطمية زينب ذكرتوه المحسن ذكرتوه الحسين ذكرتوه معان هذاك ما الي اذكروا اياكم حاضر زهراء يا الله شباب لا تخلوها تزعل علينا ويا اخواتنا النساء موجودة على اللسان بتاع زينب عن امو الحزن زينب وان الليل فجعني البين كل يقرأ الكل يقرأ انا كنتم مرمرة بدنياي وان الشاء غدد طشتين كل يقرأ شباب للزهراء للزهراء جابد الحسان بواحد واحد باهراس للزهراء رجع ان اقرأوا هذا البيت لا تزعل علينا ام الحسن جابد الحسان بواحد واحد بي ان اسهام الدهر قلبي فقد حسين صار اقبر رؤوسكم واحد واحد رجال مشايخنا اقرأوا هذا البيت عن زينب تحفظوه عين اللي شفتنا لكن نار عيني عيني نار حرقت خيمتنا عفية عظم الله اجوركم ايغا المؤمنون السامعون ايتغا المؤمنات الغفيفة قال احدهم دخلت المدينة بعد رحير رسول الله بأيام فسمعت فسمعت وجبة وضجة عظيمة اصوات الرجال قد ارتفعت والسيوف قد شغرت وقد سيروا حلقة وفي وسط تلك الحلق رجل يسحبوه بالحبال واذا قصر عن المشي وكزوه بالسيوف عرفتو يا ولا هذه مخرافة هذا حديث هذا تاريخ بعد يقول فسمعته يقول وحمزته ولا حمزة لي اليوم وجعفره ولا جعفر لي اليوم وانعتف على قبر النبي بطرفه وقال يا ابن اوم ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فقلت يا سبحان الله كأن غاد الصات يفرغ عن لسان سيدي ومولاي امير المؤمنين لكن ايهات ما ممكن يكون صحيح امير المؤمنين مجدل الفرسان قاتل مرحب وعمر بن واد ومدكدك عروش الظالمين والمشركين وكأشف الكرب عن وجه رسول الله لا سيف الا ذو الفقار ولا فتا الا ما ممكن هذا ظن تقدمت اكثر حققت النظر واذا الرجل كاشف الرأس حافي القدمه وجمع يسحبوه معنت النظر الى وجهه واذا هو سيدي ومولاي امير المؤمنين اش عجب اش عجب هالدنيا شنو صاير ماذا سجرى يقول والاعظم من ذلك سمعت صوت امرأة من خلفه تتوكأ على طفلين صغيرين تقوم تارة وتقع اخرى وعلى رأسها قميص وهي تقول خلوا ابن غمي او لا اكشف بالدغى راسي سألت عنها قالوا هذه الصديقة الزهراء فاطمة بنت رسول الله عجب شنه صاير علي اسحبوه والزهراء خلفهم اشلون هشكل بعيد عن المدينة وجاي المدينة ورأيت لمة من النساء خلفها لماذا لمة من النساء ليش ممكن ما تسمعوها هاي لان المرأة تدخل على جارتها والاخت على اختها فتقول اخيغل سمعت بالخبر فتجيبها وماذا جرى فتقول اوليس قد هجموا على دار فاطمة اوليس قد احرقوا بابغا اوليس قد كسروا بالعغا واسقطوا جنينغا بعد اوليس قد سحبوا بعلغا غليا نسوان خبروا بعضهم بعض بيقولوا ما يصير شا تقولي فاطمة الزهراء قالوا بلاتوا ما تدرو وماذا جرى اوليس قد سحبوا بغلغا غليا وعين فاطمة الآن فتجيبهم خرجت تطلب زوجها فما بقيت مخدرة عفيفة إلا وخرجت خلف الزغراء عظم الله جوركم فقال الرجل لعبده قنفد ارجع إليها وأرجعها إلى البيت خايفين من الفضيحة ها قال يا أمير وإن أبت قال فاسجرها وإن أبت أن تعود قال فاضربها الله أكبر يقول فرجع لغا اللعين قنفد صار يسجرها صار يسجرها وقالت قلاتنا على متنها وين الزفرح وين الحن وفاطمة وعلى ظهرها وعلى رأسها فخرت على الار تلم لمعيالها ثم التفتت للحسن وقالت بني حسن بحقي عليك حسن الحسن المجتبة علي ذكرناها من أجل الزعراء قالت بني لا تخبر أباك بما رأيت لا تقول لأبوك علي ليش يما خلي أبوي يدري ما عندك معين تقول ليك فيه اللي فيه خليه ولذلك شوفوا شون حفاظ الزعراء على أمير المؤمنين يقولوا لما انحضرتها الوفاة وهي تبجي يقول لها الإمام تبكين انت ترحلين إلى الله إلى الرفيق الأعلى ترين أباك رسول الله شوف شوف شفقة الزعراء قالت أبكي لما يجري عليك من بعدي يا أمير المؤمنين كانت الحمى لعلي تبكي على الإمامة خليني أخبر أبو إله لحقي عليك خليه إذا لمن تشتكين انها شيعة بحرين وغير بحرين اشتكوا عنها احنا كلنا لسان اه لمن ستقدمين الشيكة يلا عيوني يلا حبيبي لا تبقى لبصوتك الزهرة اشتكي لمن يا أبو يا ظلمة الدنيا علي يا أبو يا ظلمة في ناس ما أترد ما أسمع صوتها يا أبو يا يا أبو يا ظلمة الدنيا تدربوا يا حيوني ما أسطورة بيمينة تدربوا يا بالعقاء وكسرينة يا تدربوا يا والجنين مسجطين يلا شيعتها يلا آي أبو يا ظلمة شباب ظلمة الدنيا آي أبو يا ظلمة ظلمة الدنيا علي تدربوا يا من إلنا بعدك ليعطاف علينا من إلنا ظلت الزهرة حزين هي والله من إلنا أظلمات بو يا المدين أوجه سؤال لأخواتنا أيضا من حق أخاطف نسائنا اللي علمونا الولاة يا أخواتنا يا مؤمنات إذا مرأة حامل وأربعة أشعر أو خمسة ويصيبها مثل ما يصيب الزهرة لطم على العيون من شدتها انتثرة القرطين رفست الباب مسمارش طولة ينبت بالصدر ويكسر ظلوع وعصرة اللعين تكسر ظلوع أخرى وجنين مسقط ودماء متدفقة وتعرف وحرق باب فيها حيل بعد تمشي إدعى قوة بعد تتحرك بيها اسألهم ما بيها غير الضل في العناية المركزة أشعر ولكن نسي الضلغة وجنينة وكل شيء وراحت ورا علي يضربوها وما إدعى خلوا ابن عمي لكن شافت القوم أجلى هذا يرجع ليه ابناء للسيف يكزه في جنب عمي هذا يسوي كده همت بالدعاء فتدلت آيات العذاب قال علي يا سلمان ادرك ابنة النبي قل لها إن أباك بعثة رحمة فلا تكوني على الناس نقمة بكت الزارة يقول لك علي صبري سلمان يقولي الأصبري يقول لك إن أباك بعثة رحمة فلا تكوني على الناس نقمة يالله حبايب يعني قرأيكم أهل البعرين الطيبين سلمان سلمان كسروا ضلعي فصبرت سلمان أسقطوا جنيني سلمان أحرقوا بابي فصبرت فما غن علي صبر يا ليتني كنت مستمع ولا قارئ من أجل أعطي هذا البيت حق من البكاء اللسان مولاتنا الزارة يقول لها صبري شا تقول تقل لي صبري والصبار من وان أجيبه ايو الله تقل لي صبري اشحى لقين فرق حبيبة تقل لي صبري اللي مدلل صارت غريب قاو هذا البيت حني الزارة تقل لي صبري والصبو من وان اه اختم المجلس ما عني مشكلة اختم المجلس اتقل لي صبري ايش حالق الفرق واوي لا اتقل لي صبري لم دلل صارت غريب والله ما رجعت الزارة تطالبوا بحق زوجها الا بامير المؤمنين غلي ولكن اسألكم ايها المؤمنون هل رجعت الى دارها لا لا انعطفت على قبر النبي اخذ التراب تشم قال العلماء مبس تشم التراب بل تدنيه الى غينيه وهي تقول بصوت حزين ماذا غلى من شمته ما مدى الزماء صبت 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 الايام صبت شنون شكاية عند ابوها توصل لابوها وتشوف لطمة العين والزند مسود واثار السياة اريد انصيح اه 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 يا شيعة واه هم لضلعها المكسوب اه هم لعيني علم الطومة واه هم للجنين المسقط مي صعب عليكم ثلاث آهات اذا قل Loren ابو يا ابو يا امر علي عبده وضربني عفي عليكم بو يا بو يا من ضربة للقاح زبني والله من كسر قلبه من كسر قلبه لا رحمني والله ما رحمني من الناس ما واحد حشمني يا ابو وان انت يا ابو يا رحيت عني عفية عفية يلا يا اهلي البحرين اطواركم عيني اشتكوا للنبي بلسان الزهراء لا تقصر لا تقصر وصلنا للنهاية قومك يا ابو يا خالفاو فينا الوصي بس غبت عنه تواثبا يا وكل غمعل لا تكتراغم يوم دخلا وسطة الده من عقب ما ضرمو يا بو يا الباب وويلة وحامل حما جالي يس يا ابو ابراهيم ماثا وانا حزينة واذرفي يدمو غجري شكاية شكاية لا تكتشوف المرتضى يا من يسحبو والله فجي عقا يدي الحملاتك وابن الحسن يبجي وهنا اديبو يا خلو خلاقي لينا نلتجي من فضفي خلتني بعدك نحي اللبات يا العين مادري ايش اقاسي من اذي ايح واجذبوني ابتشي الكسر ضلعي لا ابتشي اسقاط لجني لا اجعل مصاب على خير البري ويلي ويلي والله يا ويلي يا ويلي طب الدار هو ضلت نحيله وجفنها من الالم ما نام ليل تروح القبرة بوغة وتشتكيلها غب قبرة على الزهر يتغضم وانا وانا غب قبرة على الزهر يتغضم عندي موقف واحد وأختم المجلس موقف واحد فقط دخل الحسنة قرب وفاة الزعراء شافه زينب جالسة على الباب ما ماتت الزعراء موجودة لكن فراشها في صحن الدار حولته إلى حجرتها زينب عادت ادخل على أمها تسليغها والضبع هالمرة زينب على الباب جالسة بعد ليش جالسة لا تسعو تبكي زينب ايجا الحسنة ما يقدروا يشوفوا زينب تبكي لا يم مدموع زينب غالية عليهم غالية لكن وين هم راحوا وخلوها شبر يضربها ودى سبا تصيح شبيني على أهل يضيعوني وبديرة الغرب رموني حرم ويتام والله مرمروني عز المقابر وارخصوني احوانها بقيت محيرة واسفق لا عباس يبرالي يضرب الماني نقلع على زينب لكن اقول لك ما يتحملوا الآن الحسن والحسن شوفوا زينب تبكي يتحملوا ما يدروا شي السالفة قعدوا عدوا ما تحتي بس تتصيح وتبكي حسن يقول اخيي اش بيش يا عيوني لسان حال هذا الحسن ما يتحمل حبيب قلب زينب صار يمسح دموحه بايده يضمغه ونضم تريدوا جواب من زينب يولان عمية عين لا تبكي على الزعراء وبلسان زينب القارئة مو انا زينب تصف حالة مؤلمة اش بيش تبكي اسمع بقلبك زينب تبين لماذا تبكي لا تردوا اياي ارجوك البحرين اهل الرد والونة انا قالك البيات ما اريدك اطردوا اياي اريدك تسمع شو تقول زينب ونا فيك نحبط اللحة زينب تصف الحال تقول ولي تقول زينب شا خبرنك يا اخوي الباب من نجدوع ندري ندري الباب من نجدوع لناخل ماكوش جديد قالت قالت وظن ضلع مو كاسر وظن مو ضلع كاسر منهم مضلوع شنو المعنى بيني زينب اسمع قالت يا اخوي يا اخوي انا شفتها بالقنوت ومنها الشف مرفوع وشف ما يرفع من كثر ما موجوع اظن جد فم من الصدر مخلوع هنيئة ايش معنى هالحشي يبين لنا يا خطير ايش معنى هالحشي هل ما فهمنا تريد تدخل على عمها والزعرة تصلي بعد الحمد والسورة قنوت والقنوت بكم ايد بايدين اه قنوت ايدين ما يقنطوا بايدين لا في صلاة الليل مكنت تصلي بالمسباح يتقولوا تقنط ما فعد شف تريد ترفع اجساني مو قادرة شفتها بالقنوت ومنها شف مرفوع وشف ما يرفع من كثر ما موجوع يا اخوي اظن جد فم من الصدر مخلوع شنو السبب زينات تبين السبب قالت الباب 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 من جدوح النخل وثجيل ذاك اللي انطبق على الزهرة يا اخوي عمرها ثمنطعش يا حيف وذاك الباب وش كبرى لا شفت امي اخوي احسان امتون من شدة العصرة راحت الزهراء يا جماعة راحت بالضلع المكسور والعين المنطومة والجراحات انتهى ما جلسنا انتهى طلب مني واحد من اعزائي اقرأ البيتين واختم الدعاء واختم المجلس راحت الزهراء لكن بقت الجنازة طول الليل ببيتهم طول الليل ممددن الصبح هجر شيعوها تتحمل الاولاد تشوف امها ممددها قدامها هذا السؤال الميت الشباب اذا يتوفى الله يبعد عنكم الشر ما يخلوا جنازة في بيتهم ما يخلوها لاغل ما يتحملون حسينية واحد يقرأ عليها قرآن او بالثلاجة او مكان ثاني لكن بيتهم امام اولاده واخوته واغلما يتحملوا بعد اذا شاب بوعدها اطفال ما يصير لكن الزهراء يا عزائي طول الليل جنازة فينا وزينة بتشوف امها اه وين افق الاحباب اه يا فقد الاحباب اه يا فقد الاحباب اه يا فقد الاحباب هذا اللي طلبه مني اقرأ واسألكم الدعاء زينة بتشوف امها ممدده وتصيح امها كلميني لا تردو اياي بس اسمع في قلبك اه حنين زينة بتصيح صيح 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 كل لحظة بغيابج تنحس بعام يا يم والله يا عين بغيابج تقدر تنام هذا البيت لكل من فقدنا من احبابنا اللي عنده حبيب فاقد انه هذا البيت اللي مطلوب من عنده اتقول زينب اريد اسك الدخيل الله ربع دقيقا اعطي حق من البكاء ويا زينب اتقول زينب اتقول يا يم يا يم والله يا يم لي اشلي نحبهم ما يظلون والله لي اشلي نحبهم ما يظلون جمر ذكرى هم يخلوها ويرحلون والله لو بالمدامع يعودوا ليغيبون اني لعم عليهم حتى العيون الصيح يمنى يمنى حالات الوالدة من تكون يمنى يتلم اولاد غبي اسرى ويا منى يا يه يا تركتين ورحلتir سفر يمنى يا يه يا الي تردب غدلها يغيية ولأي الامور تدفن ليلا ابنة المصطفى كان عندي لطن لس اخذت وقت كثير وعندي مجلس اخر كافي بارك الله بكم أسأل الله عز وجل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها شافي كل مريض اللهم فك كل أسير نقضي حاجة كل محتاج الإخوة مثل المجالس أخرى أيضا طلبوا جمع إلى شفاء مريض وطبعا هذه قضاء حاجة مؤمن إذا يشافى لك ثواب وإذا لا يشافى أيضا لك ثواب وهذه صدقة سر قبل لا تتفرقوا إخواني بدمعة على الزهراء وداووا مرضاكم بالصدقات اجعلوها هدية للصدقة الزهراء وإن شاء الله تفرحوا القلب أبوه أم وأهله فلا تقصروا رجال ونساء أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بحب الزهراء وأهل البيت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والفاتحة لموتى المؤسسين والحاضرين والعلماء والشهداء تسبقها الصلاة على محمد ترجمة نانسي قنقر